اشتركوا في القناة الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن الموضوع مهم جدا مواصفات السحر القديم الشخص اللي بيتعمله سحر يكون سحر قديم في اعراض بتظهر عليه زي في البداية قبل المذكور للأعراض دي لابد ان يتجمع في الشخص معظم الأعراض اللي هذكرة علامة واحدة لا تكفي بس دا ممكن يحصل في الحقيقة بمعنى تقلب المزاج هنا الانسان ممكن لفترة من الفترات او في اي وقت من الأوقات ممكن يبقى متغير المزاج انا اقول له انت عندك سحر قديم لا طبعا فالأعراض دي كلها لازم تتجمع اول حاجة تقلب المزاج اللي غير مبرر بيتحول الانسان الى شخص عصبي بعد ان كان اساسا شخص هادئ والحاجات دي مش موجودة فيه نضمي لها كمان علامة ان الشخص دا اه يشعر اه بنفسية سيئة للغاية وما فيش حاجة مزعلها اصلا بس هو زعلان ووزعلان ليه مش عارف نفسيته اه سيئة ليه ما واش عارف لو نظرت في عين الشخص المصحور تلاقي الحذقة السمراء دي تلمع بتبرق دا شخص مصحور وسعر قديم قولا واحدا وديما بيكتشفاش غير الناس المتخصصة الشخص دا ممكن تجده يشعر بان اموره صارت معكوسة دا اساسا دا السحر وان الامور بتصير على غير مراده وكلما يسعى الى شيء يتعطر دا اساس السحر اصلا ويشعر احيانا الشخص دا وده برضو اكيد بالمرض وتكسير في الجسم كله وانه خلاص ما عد عنده طاقة للعمل وخلاص وحاس انه حيموت دا شغل سحر الشخص دا معموله سحر وسحر قديم وهو ماشي في الحياة ومش عارف هو بيعمل ايه يا جماعة الشخص دا لازم يذهب الى معالج فورا حتى يتم الشفاء والتخلص من هذه الحالات السيئة بإذن الله تبارك وتعالى تظهرنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته